غزة دكتور محمد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية تطلعنا بداية على الأوضاع في مستشفى الشفاء يوم أمس أيضا كانت تستقبل الكثير من الإصابات والجثث أيضا كيف هو الوضع لديكم؟ يعني ما زال الوضع خطير وحرق جدا زالت الإصابات والشهداء تأتي إلى المستشفى تباعا يعني في كل ثاني وفي كل دقيقة نستقبل شهداء وجرحا اختفى عدد الشهداء الآن في جميع المستشفى تباع الصحة إلى أكثر من 313 شعيد ونحضر بالألفين جريح هذه الأعداد الكبيرة في ظل وضع صعب تعيش قطاع غزة منذ سنوات عديدة بسبب الحصار الإسرائيل على قطاع غزة في نقص مستهلكات طبية وخصوص الأدوية للطوارئ والعناية المركزة وورق العمليات هناك نقص كبير في هذه المستهلكات والأدوية وأيضا الاحتلال حكم على أدناء قطاع غزة كلهم بالموت بسبب قطة كهرباء عن قطاع غزة الآن في مجمع الشفاء الطبي والمجمع الأكبر نقوم بتشغيل المولدات الكهربائية لتشغيل المحطة وورق العناية المركزة التي يوديها أكثر من مئة حالة حرجة وهناك أيضا يعني هناك بدائل تستطيعون من خلالها دكتور توفير الطاقة الكهربائية نعم لكن هذه البدائل لا تكفي إلى أيام معدودة بالكاد تكفي إلى ثلاثة أو أربعة أيام على حد أقصى البدائل الموضوع أفر لدينا لأن الولدات تستهلك وقود كبير جدا أكثر من خمسين ألف لتر وقود يوميا يستهلكها هذا المجمع بسبب كبري وضخمتي يعني لا يمكن أكثر من أربعة أيام ستطفق المستشفىات وستكون تحل كارثة حقيقية على جميع المرضى في المستشفىات ستحل الكارثة على العناية المركزة وبها الحالات التي تشبك على أجل التنفذ الاصطناعي وأيضا الخدج في الحضانات الأطفال وأيضا بداية الإكتسجين ستتوقف وسأيضا ستتوقف مكينات غسيل الكلا لمرضى الفشل الكلوي نحن أمام كارثة حقيقية إذا لم يتم إمداد المستشفىات بالوقود اللازم لتصغير هذه المستشفىات ستصبح المستشفىات عبارة عن مقابر لجميع الذين يسكنون فيها هذا أمر خطوصي هل في أي وسائل أو طرق ممكن أن تكون مفتوحة لعمليات الإمداد هذا؟ الآن المعبر الوحيد والمفتوح هو معبر رفح بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم وأغلق معبر إيرز المعبر الوحيد الذي مفتوح لدينا هو معبر رقع البرعي المبوط بجمهورية مصر العربية لذا نناشد جميع العالم ونناشد قدم العربية وخصوصاً أخوة في مصر الشقيقة بإمدادنا بالمستشفىات الميدانية والأطباء والمستلقات الطبية والوقود حتى نستطيع تقديم الخدمة لأن الأعداد كبيرة وكبيرة جداً في أقل من 24 ساعة نستطيع المستشفىات أنه أكثر من 2000 جريخ وأكثر من 300 و13 شهيد وهذا طبعاً عدد هذه أولية كلها مرشحة جداً لأن الاستلال الآن يقوم بقصف البيوت على ساكنيها من الأطفال للنساء يأتون أطفال لنساء وشيوخ كلهم إصابات بالغة وحرجة جداً وشهداء وهذه الأصبات تتطلب يعني عناية كبيرة المريض الواحد يحتاج إلى أكثر من تخصص تخصص العناية المركزة، تخصص الجراحة العامة تخصص الجراحة العصار، تخصص الجراحة الأوية الدموية ونحن نعاني من نقص صراحة في الكوادر أيضاً لذلك يجب على الجميع أخذ مسؤوليات من شقائنا العرب ومن منظمة الصحة العالمية ومن الصيب الأحمر الدولي أن يسمح الاختلال بإدخال الوقود والمستركات الطبية لأن هذه الكثلات لجميع العراف الدولية وجميع المصابين والمرضى يجب أن يتركوا العلاج كما باقي المؤال هل لديكم اتصالات رسمية في هذا الشأن لمحاولة توفير كل هذه الإمدادات عن طريق معبررفح؟ نحن نتواصل صراحة منظمة الصحة العالمية ونتواصل مع مصر ونتواصل مع وزارة الصحة في رمالة لكن إلى الآن لم يدخل أي شيء عبر معبررفح نتمنى من الجميع أن يتكافف لإدخال هذه المستهلزمات الطبية إلى غطاء غزة لأن أيضا عدد الأسرة في المستشفى يكاد لا يكفي على أعداد الكبيرة من الجرحة الآن نتكلم عن ألفين جريح في أقل من أربعة وعشر ساعة الآن الوضع خطير جدا الاحتلال يقوم الآن بقصف المدنيين أبراج كاملة على روسيا وكناة فالعدد مرشح كبير للزياد هذا يضعنا أمام خطأ حقيقي صراحة وعدم إمدادنا بالكهرباء أيضا بيكون الاحتلال قد حكم على قطاع غزة وعلى المرضى بالموت المحقق لا يمكن المستشفيات أن تعمل بدون كهرباء وفي أي حال من الأحوال لا يمكن الوقود الذي يعمل لدينا الآن نقوم بتشغيل أقسام العناني المركزة فقط وأقسام العمليات وأقسام الخدج وأقسام الأغسية كلا وباقي المستشفيات المستشفى أقفعنا عنها الكهرباء الآن قلصنا جميع العمليات المجدولة أغلقنا العيدات الخارجية أغلقنا كل شيء نقوم فقط بإنقاذ حياة المصابين والجرحة لكن هذا الوضع لا يستمر كثيرا صراحة بالكاد الوقود المتوفر لدينا في المستشفى يكفي لثلاثة وأربعة أيام في أحسن أقوال بعد التقليص على الأقسام الحرجة والحساسة نحن نتحدث دكتور عن مشفى الشفاء أم هذا ينطبق أيضا على كل القطاع الصحي في غزة؟ نعم صح بالتأكيد هذا ينطبق على جميع المستشفيات قطاع غزة ليس على مستشفى الشفاء واحدة جميع المستشفيات لديها غسيل كلا وجميع المستشفيات لديها حبانات أطفال ولدينا المستشفيات لديها في أقسام العناني مركزة أيضا حالات حاجة جدا طبعا الأعداد الشهداء ممكن أن تزداد بسرعة كبيرة هذه المستشفيات أيضا بحاجة إلى وقود بحاجة إلى اندلات لمستهلكات طبية نعم نتحدث عن جميع المستشفيات قطاع غزة ولكن مجمع المستشفيات طبية والمجمع الأكبر الذي يستقبل الحالات لكن هذا ينطبق على جميع المستشفيات قطاع غزة الآن يعني جميع المرضى على المحك صراحة بسبب نقص المستشفيات الطبية والأجوية ونقص الوقود والكهرباء إلى المستشفيات بالتأكيد سنتابع دائما كل هذه التطورات شكرا جزيلا لك كنت معنا الدكتور محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في غزة شكرا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر